نحن نأسف بشدة لأن تركيا لم تستجب بعد لهذه النداءات المتكررة من حلفائها لا نعتقد أن العمل العسكري أحادي الجانب لتركيا سوف يحل مخاوفها الأمنية إن العمل العسكري المستمر الذي تقوم به تركيا يقود بشكل خطير استقرار وأمن المنطقة بأسرها ما يؤدي إلى مزيد من المعاناة للمدنيين والتشرد كما إنها تجعل من احتمال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام في سوريا أكثر صعوبة